ورجعنا لكم وفقرتنا الأولى في الأهل خط أحمر يمكن بعد مباراة الزهاب يا أسامة في لقاء سانداونز كنت قلت هنا جملة قلت لا تتعلق بنصف حلم ولا تتعلق بنصف أمل دي كلمات ريعة لجبران خليل جبران وهو ده الموقف قدام الوداة وهي دي فكرتنا بالزبط احنا مش هنقبل بنصف النهائي ان شاء الله لن نقبل هذه المرة سوى بالبطولة الأهلي قدم مباراة رائعة كل الأجواء كانت مهيئة لمباراة هي منصفات الأهلي البطل اللي بجد يا أسامة في المباراة دي كل جمهور الأهلي كان عنده إحساس إنه بيشوف الأهلي اللي ما شافوش بقاله سنين على مستوى الشخصية على مستوى الروح على مستوى الإصرار على مستوى لاعب خرج كل حاجة عنده مش لاعب واحد الفريق كله كان بيفكر بالعقلية دي وعشان كده الأجواء دي والثقة دي إن شاء الله تكون مفتاح الفوز يا أسامة في المباراة التانية كمان بإذن الله مفتاح الفوز وطبعا بترسل طمأنينة لجماهير الناد الأهلي ولكن طبعا الكورة ما فيهاش أي حاجة مضمونة دايما بنلعب على فكرة إن خلاص ننسى نتيجة مباراة الزهاب ونركز مباراة الإياب مباراة الجمعة لا تحتمل أي تهاون أو أي استهتار إحنا كسبنا جولة لكننا لسه ما صعدناش الصعود الرسمي إن شاء الله يكون يوم الجمعة وبإذن الله نكرر الفوز على الوداد عشان نعمل نتيجة إيجابية ونفوز ذهاب وإياب في نصف النهائي يدينا دفع قوية جدا بإذنك يا رب إن شاء الله في المباراة النهائية عايزين نقول إن كان فيه اختبار حقيقي لعبي النادي الأهلي خاصة بعد تعيين سيكازوي حكم من المباراة بدأت كلام كتير عن فكرة تاريخ الحكم ده وكنا دايما بنقول المعادلة الصعبة إزاي تضغط على الحكم وفي نفس الوقت تأذل لعبتك وتخليها تركز في المباراة تماما ده بالضبط اللي حصل لعبت النادي الأهلي كمة التركيز المدير الفني كمة التركيز وطبعا أنا بشوف تغيير ديانجي تغيير راجل فاهم كويس أو أجواء المباراة بعد الإنذار اللي في بداية أول ربع ساعة ورقلة جزاء اللي كان فيها 50% 50% فمسيماني على طول قال أسحب ديانجي لأن طول ما أنا بلعب 11 أنا ليه الياد العليا وإذا اللي حصل واللي طبعا هنتكلم فيه وهنستعرضه من خلال أرقام وحاجات وحصيات في المباراة فارس لكن مهم جدا كنا نأكد أن مباراة الصعود هي مباراة الجمعة وليس المباراة اللي كانت في الدرق خالص احنا قلنا لن نتعلق بنصف أمل ودي فلسفة النادي الأقلي طول عمره في بطولاته وفي مواجهاته وشخصيته سعايز أقول لك حاجة كمان بمناسبة موضوع تغيير ديانج بس أسامة المدير الفني زي ما هو طبعا قاري الجيم كويس قوي فأخذ قرار زي ده بحاجة كمان مهمة إن هو عارف إن عنده برا لاعب بالكواليتي قريب جدا اللي هو حمدي فتح ما تقدرش تحس فرق لو أنت عملت الضبط خلي بالك دي برضو من صفات الفرق الكبيرة وصعب جدا إنك تخرج ديانج وتنزل حمدي فتحي تقريبا كل الواجبات أغلب الأدوار بنفس يا أسامة الطريقة وبنفس التركيز وبنفس التمركز فأنت محسيتش أنت بتتفرج إن في حاجة حصلت حسيت إن الفريق واخد نفس الطريقة ونفس الشكل بس كمان عندنا حاجة الأهل عملها مهمة جدا وزي ما قلنا يا جماعة الأهلي وجد في كرة القدم الإفريقية عشان يكسر كل القواعد ويحقق كل الأرقام تقريبا يا أسامة لو حاولنا نتكلم في أي أرقام هتلاقي الأهلي هو اللي وياخد الرقم ده أرقام استثنائية كمان الوداد كان عام الرقم حوالي أربع سنين وعشرين يوم ما بيخسرش على ملعبه ما بيخسرش في المغرب ومع ذلك كانت خسارته الأخيرة قبل المباراة اللي هي بتاعة النادي الأهلي دي كانت برضو على إيد النادي الأهلي وييجي النادي الأهلي للمرة التانية بيحقق فوز على الوداد وهنا أسامة حاجة احنا اتكلمنا فيها شخصية الفريق ده اللي بتتكون زي ما قلنا في مباراة الهلال وزي ما اتكلمنا أن المباراة دي كان من أكتر الحاجات اللي فادت الفريق تحت ضغط لدرجة أن فيلر نفسه ما قدرش يتحمل الضغط النفسي فكويس قوي أن لعبتك تتحمل ده وكويس جدا أن احنا نشوف أن انت بقى عندك الثقافة دي آه غياب جمهور الوداد أكيد أسر عشان نكون منطقيين بس كمان لا الأهلي بره في البطولة دي مختلف عن قبل كده أسامة بكتير هو بمناسبة أنت فكرتنا بمباراة الهلال السوداني وطبعا دي كانت مباراة فيها شحن جماهيري غير طبيعي وكان يمكن حتى بدايته من هنا وكان بعض الناس بتتهم بعض العيب النادي اللي قالي أن هم بيفتقدوا للشخصية برغم أن هم عدوا من اختبار قوي جدا كانت مباراة صعود مباراة أنت كنت متقدم فيها بهدف وكنت تقدر كمان تفوز اتنين لولا عدم توفيق اللي كان مصاحب قاربة لكن في نقطة مهمة جدا يا جماعة وما ينفعش ننساها الكابتن محمود الخطيب وصورته اللي نشرتها قناة النادي الأهلي وهو ساند على الصور وعينه على التدريب دي ما كانتش أول صورة في البطولة دي كانت فيه صورة برضو في زرقاء اليمامة أو في الهلال السوداني وهو قاعد بيشوف التدريب من بعيد وبيصر أنه هو يكون رئيس بعثة في المواقف الصعبة شبح سانداونز الخماسية وبتيجي هنا بتكسب وسط جمهيرك اتنين صفر وبرضو النتيجة ممكن تحصل مشاكل كتير في جنوب أفريقيا يصر أنه يكون رئيس البعثة يعني الكابتن محمود الخطيب شايد أعباء كتيرة جدا ومع ذلك بيخوض رهان مهم جدا في المواقف الصعبة سواء في السودان سواء في ماتش سانداونز وكمان في مباراة المغرب مش كده وبس أنا حابة أشكر جدا لعيب النادي الأهلي اللي هم مقدرين كويس قوي لما يكون رئيس بعثتك هو رئيس النادي ويكون الكابتن محمود الخطيب أسطورة الملاعب المصرية فانت لازم تلعب بمنتهى الجدية عشان حتى تبين للراجل ده لأحنا مقدرين إن حضرتك رئيس البعثة احنا ننزل نبزل كل مجود آه بنلعب باسم النادي الأهلي وللنادي الأهلي ولكن ده برضو إضافة إن احنا نوري لحضرتك إن احنا قادرين على الثقة اللي انت منحتنا إياها بتوليك رئاسة البعث دي كانت نقطة مهمة يا فارس حابين نوعنا لأن البعض بيخفى الأدوار كتيرة جدا بتحصل خلف الفوز بص أنا يعني اللقطة دي أثرتني ومن الحاجات اللي أنا أول ما شفتها أنا حتى كتبت عن ده تفاعل الناس وإحساسهم بمشاركة مع كابتن محمود الخطيب وفكرة إن هم حاسين إن لا هو متحمل كتير جدا الفترة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب صامد آه فيه تركيز وفيه روح رغبة في البطولة دي وفيها إصرار وشخصية بقى كابتن محمود الخطيب الهدوء اللي بيمنح اللعبة الثقة بدون أي توطر وبدون ما تحس إن انت بيضغط عليك ودايما بعادة رؤساء النادي الأهل يا أسامة في حتة إن أنا دوري داعم كابتن محمود الخطيب هتلاقي تيجي طول الوقت لا بيحاول يتصدر المشهد ودي مهمة جدا أكتر واحد بيكون دايما بينسب الفضل للعبين والجهاز الفني طول الوقت على كده دي قرس للنادي الأهلي بيحافظ عليه كابتن محمود الخطيب وإن شاء الله أنا نفسي بإذن الله البطولة دي عشان دي تحديدا هتبقى تعويض لي عن حاجات كتير جدا لم نكن نتصور إن القامة والقيمة كابتن محمود الخطيب ممكن في يوم حد ما يكونش عارف حجمه ولا اللي ادى للكرة المصرية نفسها الله يا فارس إحنا طبعا طبعا أي نتيجة بتبقى بيصاحبة التوفيق لكن أنت عليك زي ما بنقول دايما هنا أن أنت بتضع أو بتهيئ الظروف المناسبة للفوز أو لتحقيق اللقب ده اللي كان بيحصل بالزبط في المبارات اللي فاتت وأعتقد ده على أرض الواقع بقى لما نتكلم فيه لا فيه فنيات كتيرة ومسيماني بين بعض البصمات على الفريق حتى لو المسافة أو المدة الزمنية لتولي قيادة الفريق مش كبيرة لكن كان واضح جدا وكان واضح كمان أن دهب عن دي إحصائيات المباراة أنت بتسجل هدفين عندك محاولات وأنت بتلعب في المغرب آه ما فيش جماهير ولكن في النهاية أنت عندك 11 محاولة مقابل 8 محاولات فقط للوداد أنت منهم 3 انتارجت الوداد 2 فقط انتارجت نسبة احتمالية تسجيل الأهداف ودي إليكسبيك تتجول أنت 62 من 100 مقابل 1.63 وده معناه أن أنت كنت أقرب للتسجيل وكنت أنت الأخطر على مرمى الوداد الاستحواز 52 في المية لـ 48 مقابل الوداد والشوت الأول النادي الأهلي طالع بنسبة استحواز تكاد تكون تاريخية 60 في المية والوداد كان 40 في المية طبعا التمريرات كان 417 مقابل 392 للوداد بدك التمرير النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي 80 في المية مقابل 72 في المية للوداد ده مؤشر مهم جدا أو كراءة لمباراة الأهلي والوداد اللي بتعكس تفوق النادي الأهلي بشكل كبير جدا وقدر موسيماني يخلق حالة من الفنيات داخل الملعب وأكبر البعض بيظن أن فريق الوداد فريق ضعيف وبتجاهل فكرة إزاي موسيماني لعب على نقاط الضعف في الفريق وإزاي محل الأداء قدر يكشف له فريق الوداد اللي كان بيعاني من بعض النقاط واللي طبعا مدرب الوداد عمل مشكلة يا فارس في فكرة أن أنا عندي غايب قلبة فاع فقمت منزل ارتكاز يلعب قلبة فاع وجبت إبراهيم النقاش اللي هو بقاله فترة طويلة جدا وعمره 38 سنة حطه فبقى عنده مشكلتين في الملعب وموسيماني واضح جدا أنه كان فيه تعليمات لمجد أفشة تحديدا فكرة اضغط اضغط عليه وده اللي جاجب منه الهدف الأول غير كمان قبل مجد أفشة فكرة أنه أنت بتقرأ الجيم مش بس أصل الأرقام أهم حاجة مدلولها أنت بتيجي يا أسامة حد ذاكر كل تفصيلة في الوداد أنا كان قبل المباراة أكتر حاجة مش عايز نعملها أن احنا نلعب بنفس الشيب بتاع الوداد اللي هو ما نلعبش بتلاتة في نص الملعب عشان تقدر تستغل المساحة خلف سناء الارتكاز وده اللي حصل الكارتي وحسوني إزاي لعبت وراهم إزاي الحتة اللي بين الظاهرين وقلوب الدفاع استغلتها فكرة الأجنحة بتساند إزاي الناس طلعت بعد المباراة مدتش الكريدت لمسيماني لعيب زي بديع أوك ولعيب زي إسماعيل حداد الناس بتتكلم أن لا مش في مستواهم لا اللعيبة دي مميازة جدا أنت اللي خلتهم كده لما تشوف معدل استخلاص الكرات على الطرفين سواء من الجناحين أو الظاهرين أرقام تقريباً اللي تنموا كتماعين الأجنحة والظهراء أكتر من خمسين كرة تم استخلاصها في المنطقة دي بس عارة فارس كان فيه لقطات متكررة بتبين لك أن ده فكر مدير فني أن الجناح لما كان دايماً بينزل يسقط يستلم الكرة كان معاه هاني أو معالي معلول هو ده مان بيلعب علي المان وكمان الضغط وفكرة العزلة فارس بأكبر الوداد أنه يلعب القرات الطولية فعشان كده ياسر إبراهيم عمل رقم أنا من وجهة نظري من أفضل أرقام ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم عنده التحامات هواية 8 مرات نجح في التمن التحامات هواية ياسر إبراهيم في حالة مميازة بقى في حاجة ياسر إبراهيم في المباراة الأفريقية الصعبة بيظهر بشخصية مختلفة تماما خاصة التحامات الواية فارس ينجح بالفوز بالتمن التحامات هواية هو ده اللي عمله مسيميان اللي هو خلى الكرة العالية تتلعب ونلعب على السكن دبول وقدرنا نستحوذ وناخد الكرة ومنهم جاء طبعا أفشا اللي كان بيتعرض لبعض الانتقادات ولكن رد بشكل مختلف أفشا إحنا عندنا مشكلة في حاجة الناس مستني أفضل إنتاج من اللاعب وأنا فعلا متفق أن أفشا محتاج أكتر من كده ولكن في المباراة دي أنا في رأيي دي بداية أفشا الحقيقية الأماكن دي هي الأماكن اللي أفشا لمس فيها الكرة في المباراة لو بصينا على الخريطة أسامة تقريبا مفيش مكان في الملعب أفشا ملمس في الكرة أفشا المباراة دي بدنيا وعلى مستوى المسندة عارف أفشا عمل إيه لعب الدور الصناقي اللي أنت كنت محتاج تلعب بتلاتة هو أفشا اللي وصله بقى يلعب في وقت ينزل بيضم لسناء الارتكاس فيبقى عندك التلاتة وقت الهجوم بيرجع يساني كمان فكرة عنده محاولتين على المرمى مروغتين نجحين 88% دقة التمرير والأهم بقى من كل ده ودي الحاجة اللي أنا بحبها جدا في أي لاعب بيصنع اللعب وهي فكرة استلامه للكرة عمرك ما هتبقى بلي ميكر ناجح وإنت بتستخبم الكرة مستحيل لأ أنت بتظهر وبتحاول تستلم أفشا أكتر لعب في المباراة استلام الكرة لما تيجي تلاقي أفشا أكتر لعب استلام الكرة دقة التمريرات 88% كل الأماكن دي لمس فيها الكرة هتعرف أن أهم لاعب في الاستحواس تكتيكيا كان أفشا والحضن اللي تدوله مسماني بعد ضربة الجزاء بدأ يحسسني أن مسماني يعي جيدا يقدر يطلع إيه من اللعب ده بالضبط فأنا بالنسبة لي أفشا دي بدايتك الحقيقية اللي ما ينفعش ترجع تاني للخلف كلاعب الجمهور مستني منه أكتر من كده لا دي لازم البداية أن أنت تدي 100% من المردود اللي الأهل يضمك عشان خاصة وأن أفشا اخترت تحديات اللي بجد يا فارس صحيح وفضل الأهلي رغم أنه كان في المكان اللي البعض يذهب إليه من أجل دوافع ما يسمى التحديات ما يسمى الطموح وانت فاهم قصدي كويس أو ما يسمى الطموح فكويس جدا أن أفشا لعب منتمي ولعب يحب الأهلي فنتمنى أن ده نعكس إن شاء الله لا معنا غير أفشا كمان طبعا أجاييه عايزين نتكلم نقط عنه لأن أجاييه من اللعيبة اللي بتظهر في المباريات الكبيرة وده بيكون لعب مهم جدا نشوفنا أجاييه وعلي معلول بيكونه سناق مهم جدا في كل المباريات المهمة سواء سانداونز أو النجم الساحلي اللي كانت في القاهرة أو مباراة الأمس وحط انفراد لحسين الشحات من اللامس عادة كان ممكن يضاعف النتيجة وطبعا مش هننسى نقطة التحول في المباراة وهو الكابتن محمد الشناوي اللي بيقدم أفضل مواسمه على الإطلاق طبعا نتمنى له كل التوفيق عشان بإذنك يا رب يحمل الكأس دي كتتويج على مجهوده خلال الموسم